اخواني في الله السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناة فكرة ديكور الناس كلها تعرف انه بناء الجدران يصير بالاسمنت والرمل يتخلط خلطة اسمنتية للبلوكات او الى الحجارة او الى اليجور او الى غيره وكذلك نقدروا نستعملوا المادة اللاصقة اللي هي اقوى من الاسمنت في تركيب هذه الجدران لكن اغلى شوية المعلومات هذه تعرفوها الناس كل اللي اني نزلتها في فيديوهات سابقة على القناة انا كما تعرفو نبني بواسطة الطوب الابيض العازل 40 سنتيمتر الكثافة دي 500 دي 600 في البيت هذية في العادة كما تعرفو نستعمل المادة اللاصقة اللي هي هذه اللي هي اقوى من الاسمنت في تركيب الطوب الابيض العازل وكذلك للحجارة وغيره لكن اليوم جاتني بعض القوارير القوارير هذه هي من الفوم لكن ليست الفوم العادي الفوم هذية جاني من مصنع اكسترام الروسي المصنع هذية بعث لي منهم صندوق كامل حتى نعمل عليهم القوارير هذه التاست ونشوفهم على ونشوفهم ونجربهم وننزلهم على القناة الروسية لكن قررت اني كذلك نعملكم عليهم فيديو حتى لي نشوفوا الموضوع هذية وممكن يفيد بعض الاخوة منكم القوارير هذه جات تجيب بالشكل هذية كما تشوفوا لهنا اكسترام القوارير هي بالشكل هذية شفتوها بح نشوفوا لهنا عشان هو مكتوب انفهمكم ان شاء الله يعني تستعملوا في تعبئة الفراغات بين الاوراق البيطون وكذلك للواجهات الفساد نقدروا نقوموا بتلسيق مواد العزل الحراري طوالة بواسطتها على الجدران مفهوم مفهوم يعني لا تخاف لا من الحرارة ولا من البرد المهم نشتغلوا بها تكون درجة الحرارة ما بين صفر وخمسة وثلاثين ما نستعملوها اذا كان عنا اه مثلا التقس عشرة تحت الصفر ما نستعملوش المواد هذه مع انه اذا كان عشرة تحت الصفر ما نستعملوش المادة اللاصقة والاسمنت كذلك يعني نفس العملية بح وكذلك الحاجة اللي تهمنا هي يعني تلسيق المواد الخشبية والجبسن بورد وغيره الى الى اه مواد مثل الحديد والبيطون وغيره بتلسق طوالي معاه ترأيتلني رابوتي سبينا بلاستان بنا بوليستيرولم بوليوريتانم كيراميش سكي بليتكي اي هازا بلوكا بنقدر ونستعملو هذه المادة وهذا الفوم اللاصق الخاص بشركة اكستريم في كذلك الفلين تلسيق الفلين للعزل الحراري والبوليستيرول كذلك والبوليريتان كذلك وكذلك تركيب السيراميك شفتوه كيراميش سكي بليتكي اهي كيراميش سكوي بليتكوي والجازا بلوك هو هذا الطوب الابيض العازل خلينا نجربوا المادة هذية المادة هذية قالوا انها تلسق بسرعة كبيرة جدا مدة الالتساق بتاع المادة هذية هو ما يقارب عشرين دقيقة مش ناخذ المادة اللاصقة متاعي مش نضيف منها للماء هذية ما نيش مش نستعمل الميكسر في التخليط لانه ما نحتاجش كثير نخلط بالايد خلاص الخليط جاهز عنا كما تشوفوا هنا للمادة اللاصقة مش نعملوا مع الحائط هذية نشوفوا مبعدنا نقوم بتبليل الحائط وتنظيفه لانه ممكن يكون عليه بعض الاوساخ او غيره بالطريقة هذي من بعد مش نقوم بتبليل الحائط بالماء لانه ناشف عندي وفيه كثير من الغبار خلاص طوب الابيض العزل اللي هي القطعة هذي ونش نقوموا بتلسيقها من الناحية هذي في الحائط هذك اللي بللناه مش نبلها في السطل كذلك كما تشوفوا لهنا هكذا باش تكون متساوية جميع يعني العمليات متساوية مع الاثنين قطعة هذي القطعة الاولى والقطعة الثانية اللي هي هذي نفس العملية مش ننزلها في الماء وماش نخليها لهنا كذلك مش نقوم بالتلسيق البلوك بواسطة المادة هذي كما تشوفوا لهنا نفضل كذلك نعمل هكذا لتسريع قوة الالتصاق شفتوها شفتوها باش مش نعمل الان مش ناخد القطعة المتاعية ومش نلسقها للحقر في المكان المبلل هذا ونحطها فوق القطعة هذي لحد ما تنشف يعني بالطريقة هذي بسم الله كما تشوفوا لهنا ركبت القطعة بالاسمنت وتغطت عليها في الحقر شفتوها مش نعمل مش ناخد القطعة الثانية كذلك اللي بللناها مش نقوم بعملية تمرير الفوم طوالي عليها بالطريقة هذي بعد ما نخذ الفوم هذا ليس الفوم العادي باش نمديه واضحين هذا مخصص للبناء من بعد ناخد القطعة المتاعي ونحطها لهنا ونفس العملية نلسقها للحقر مثل القطعة الاسمنتية هذي بالطريقة هذي شفتوها شفتوها هذه لاسقة وهذه لاسقة هنا الاسمنت تطلع كما تشوفوا بالضغط وهنا نفس العملية الفوم تطلع نخليهم ساعة ان شاء الله ونرجعو لهم بإذن الله والهنا اخواني كما تشوفوا من بعد ما قمت بتركيب انا الحقيقة ركبت الوحدات هذية كما تشوفوا بواسطة الفوم اللاسق نفس العملية ذا كان واضحة الاطراف واضحة انه فيها الفوم هذية شفتو به مش نصب فيها البيطون كذلك لذلك حتى ليني نجرب قدرتها على المسك انها ما تتحركش وقت نصب البيطون بما اننا مش ننتظروا ساعة كاملة لحد ما ينشفوا هناك المواد دمتاعنا شنو مش نعمل وش نمشي للناحية الاخيرة اللي هي هذه والركبوها الان مع بعضنا نفس الشي بواسطة الفوم ومن بعد ان شاء الله بعد من ركبوها نرجع ونجربوا القطعة اللي عننا ايه فيهم بتلسق احسن ان شاء الله يعني تقدروا تبنيوا البيت كامل بواسطة الفوم هذا ليس هناك فرق بينه وبين الاسمنت او المادة اللاسقة هذه حاجة انا نعرفها لكن الان ان شاء الله مش نوريها لكم كما تشوفوا كل شين عندي واضح اللينية اللي هنا هي نفسها تمشي الى اخر البلوك من هنا الومور واضحة ان شاء الله وقمت بعملية التنظيفة متاعه الان مش هنركب فوق منه البلوك الثاني اللي هو مش نقوم بصناعة الصندوق به باش نصب في الداخل الخرسانة كما قلت لكم من قبل هذا هو البلوك الثاني اللي تشوفوا فيه لهنا ومش نكمله لهنا البلوكات 75 ملي متر ناخذ البلوك ونقوم بتركيبه بسم الله كما تشوفوا قاعد عندي الفراغ هذية شفته الفراغ هذية في العادة كما فهمتكم من قبل انه اذا كان نبني بالطوب الابيض العزل بواسط المادة اللاسقة دائما لازم يكون الفروق ما بيناتهم هو اثنين ثلاثة ملي متر بين البلوكات من المادة اللاسقة كما تشوفوا لهنا علاش لانه يصير عنا جسر تعبور البرد اذا كان نعملوه كبير مكان التلسيق يعني الاسمنت او المادة اللاسقة لكن الفوم هي مادة عازلة كما تعرفوا عازل حرارة لذلك نقدر حتى نقوم بتعبئات واحد سنتيمتر مثلا اللي هنا في الفراغ هذية ما عندناش اي اشكال لذلك انا عندي لهنا قطعة فاضلة كما تشوفوا لهنا اللي هي هذي مش نركبها ان شاء الله لهنا مش يبقى عندي خمسة ملي متر ملي يمين وخمسة ملي صار هذا ما اذا كان نعبيهم بالفوم ليس هناك جسر عبور الى اي برودة لانه الفوم عازل حراري بسم الله الفوم هذا يا اخواني ليس اقوى من المادة اللاسقة لكن يوصل الى قوة الالتساق تسعين مية في المية في قوته في ظرف ماكسيموم سعة المادة اللاسقة لا بتقعد ما يقارب عشر ايام حتى لين تصير نفس القوة مع الفوم هذا هذه هي القطعة اللي وريدها لكم ان نزلها لهنا بسم الله هكذا هذا كلهم بعدين مش يتغطى انا فقط الهنا مش نخليها هكذا بش نصهمكم الموضوع مع انه لم يطلب مني المصنع ان ينفهمكم في العالم العربي للقناة العربية المصنع طلب مني ان ينفهم على القناة الروسية شفتوه خلاص في لحظات كل شين يكون جاهز ان شاء الله عنا ما يقارب دقيقتين حتى نقدروا في عملية تعديل البلوك مثلا يمين يسر بعد ما عادش يقدر يتحرك ناخذ مثلا هنا ونبدأ القياس بسم الله شفتوه بعد اربع دقائق خلاص ناشف هذه هي الحاجة الميزة الاكثر ميزة في هذا الفوم اللاصق من المادة اللاصقة والاسمنت انه ينشف بسرعة المادة اللاصقة بتنتظر فترة يعني الان شمش نعمل نشوفوا ما بعدنا مش نشيل هذا الزائد مش نقوم بقطعة القطعة هذه بواسطة المنشار بدون نشوف وانا نعرف انها لن تقع ولا تتكسر لماذا لانه هذا بواسطة الفوم اللاصق هذه ميزة كبيرة يسر لانه المادة اللاصقة لازمك تنتظر فترة اطول بكثير حتى تتم عملية الالتصاق شوفتوه ما تقلعتش من مكانها كذلك مش ناخذ وحدة التلميس ومش نقوم بحقها كذلك مش تقعد في مكانها شوفتوها اخواني هذه من احسن الميزات في هذا الفوم اللاصق خاصة للمبتدئين والناس تحب تبني بسرعة الان عندي كل شي نجاهز ان شاء الله نشوفوا ما بعدنا نمشي ونمروا ونشوفوا شنوى عندنا هناك مع الوحدات اللي خلينيهم ساعة ينشفوا مع بعض باش نجربوهم الوحدة هذه الاسمنتية كما تشوفوا لهنا شفتوها خرجت من مكانها لانها نشفت وما مسكتش مع البلوك شفتوها هذا لا يعني انه ما يمسكش المادة اللاصقة المادة اللاصقة قوتها في المسك تقريبا نفس قوت الفوم لكن لازمها تكون مطبوعة بالضبط حاجة تكون هناك كذلك ضغطة عليها هناك حتى لين تنشف ولازمها على الاقل تقعد عشر اثناشا ساعة حتى لين توصل الى قوة المسك اللي هي الطوب المكسيمان الفوم لا مرت الساعة خلاص شفتوه الان مثلا مش نشيل الوحدة هذي كي ما تشوفوا شفتوها ها هي شفتوها كيفاش نشفت با في حين الفوم مش تقعد معلقة هذا ليس دليل على انه المادة اللاصقة ما تلسقش لا المادة اللاصقة اخواني حتى نكونوا دائما صريحين صحيح المصنع اعطاني الفوم هذا وعطاني هدية الكاميرا الاكشن هذي اللي نستعمل فيها الان وغيره وكذا لكن الصراحة راحة المادة اللاصقة بتمسك بنفس القوة في قوة المسك هذي مجربينها في المخابر مخبريا فقط لازمها وقت اكثر شفتوها لو انتظرنا في تلسيق المادة اللاصقة مع الحائط 10-12 ساعة وقمنا بضغط القطعة اللي ركبناها الى الحائط بحاجة طوالي بتكون نفس القوة معها هذي فقط لهنا الفرق في الوقت باش نكون صريح بارك الله فيكم دمتم في حفظ الله وإلى اللقاء